اهلا بكم الفترة دي ماذا يفعل فلان الفلاني إذا أراد ماذا يفعل فلان الفلاني إذا أراد تجميل ابتسابته إذا أراد أن يصحح حيوب ما في أسنانه يفعل تصرفات كثيرة جدا ليس منها الطريق الصحيح في البداية وعلى فكرة دايما في السينما الأمريكية بيعملوا مجموعة من الأفلام قائمة على فكرة الرونج تيرن اللي هو التصرف الخطأ مرة واحدة في الحياة اتعامل مصرحية في مصر جميلة جدا اسمها سكة السلامة فكرها حاجة كانت روعة خطأ واحد بس ممكن يكلف الإنسان في الأفلام يقوله كده وفي المصرحية دي كان الفكرة كده حياته يكلفه الكثير من الوقت يكلفه الكثير من المال يكلفه الكثير من المجهود في الأسنان وتجميلها نفس الكلام واحد عايز يعمل تجميل ابتسامة ممكن الأول يفكر إنه مش شرط يعني أهرب من موضوع تجميل ابتسامة دي إنه نقف البقية مش لازم الناس تشوف سناني ده في بعض الصرفات وبعدين يرفع مستوى لا لا الناس هتشوف طب ما بياضها تجميل يعني الناس عايزة تشوف إيه غير سنان بيضة فأفتح الناية تشوف الوصفات أجيب وصفة عباية سناني سناني تروح في مشكلة كبيرة جدا هارفع المستوى شوية أو في الأوبشن التالت طب ما هروح لصحبي اللي أنا بقعد معاه في الكافية اللي أنا أعرفه مش هو دكتور سنان أنا متخصص في التجميل مش شرط مش كلهم فاهمين في كل حاجة وكله بتاع كله وهيعرف يعني يزبطني أصله صحبي وأنتيمي إحنا بنلعب مع بعض كورة أو بنتفرج مع بعض بنتفسح مع بعض وبروح نصهر مع بعض خلص قول أقربون أولى بالمعروف يعني في الكلام ده في الدين لكن مش في الإختيار مش في الإختيار مش الأقربون بقى العالمون فعلا في الطب أو في الإختيار الاحتمال الأخير أو التصرف الأخير إن أنا هروح بس مبقاش فاهم كونسبة مهم جدا إن أنا مش رايح تحت بند تجميل ابتسامة تجميل الأسنان أنا رايح تحت بند مهم تاني متجميل ابتسامة الحقيقة المعنى ده معنى مهم جدا هفهمه بالتفصيل بقى ده بقى المستوى اللي خلاص أنا قررته روحت المتخصص بس هو بيصحح لدماغي الدكتور المتخصص بيصحح لدماغي بيقول لي لأ انت جايلي مش عشان تجمل سنانك انت جايلي عشان تجمل ابتسام تك تعالوا نفهم المعنى ده في وسط الطرق الكتيرة الطرقات الكتيرة اللي ممكن نمشيها ويكون فيها رونج تارن فيها لفة غلط طيب العزيز القيمة المتميزة والاسم اللامع في عالم تجميل الأسنان اللي بيسعدي جدا الحوار العلمي معه لنهارده منور الدكتور وكيد هتستمتوع بحوار علمي راقج جدا جدا على أعلى مستوى في عالم التجميل وفي مفاجهات تصحيح لمنحنايات في فكر الكثيرين النهارده هنحط نقاط مهمة أمامه ضيف العزيز دكتور عبدالله متولي أخصائي تجميل الأسنان والمؤسس لمركز برايتي لتجميل الأسنان وعلاج الأسنان وعضو الجمحية الأمريكية لتجميل الأسنان المصمم لبسامة المعتمد من البي دي سي بإنجلترا أهلا بك يا دكتور منور الدكتور الدكتور إذن علم كتير تفاصيل كتيرة تصحيح لمفاهيم كتيرة إيه رأيك فكرة الرونج تير من الناس كتبين تمشي يا فكرة القرار الخطأ القرار الخطأ الأول في التجميل بالذات إن بيبقى العيان خلاص أو الكلينت أو البيشنت بيبقى خد شوط طويل قوي ومشوار طويل قوي فحاجة غلط فنفسياً لو جيت تقوله الحاجة الصحة هو أصلاً مش هتقبلها بسهولة يعني هو مثلاً قاعد يعالج أسنانه غلط أو تجميل لأسنانه غلط لمدة مثلاً سنة ولا حاجة وبعد السنة دي الموضوع فشل فتيجي أنت تقوله والله الموضوع بسيط وهياخد أربع خمس أيام وعمره ما هيصدق فالفكرة كلها أنت لو خدت القرار المزبوط من الأول أولاً هتاخد نتيجة أولاً هتوفر وقت وجهد وفلوسك وابتسامتك طبعاً هتبقى بتنور هتبقى صدمة حيطة أنواع دي مشي قرار خاطئ أو يامل حاجة خطأ لفترة طويلة وحد يقوله لا يا عم أنت ماشي غلط ارجع وارجع دي بقى لو أنت قلت له ارجع دي بسيطة هيقولك لا مش بسيطة ده أنا بهدلت قبل كده في الشارع لوحد جاي لك مخالف وانت جاي في الطريق ووقفت وقلت له ارجع الطريق ده كله وارجع بظهرك بقى أنت ماشي الطريق غلط هو أول رد فيه لك لا 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 مش غلط مفيش يفتك أنا في أول الطريق مع العلم يا دكتور أمين أنا عايز أقولك حاجة أنا 80% من حالات تجميل الأسنان عندي في العيادة هي إعادة تجميل أسنان يعني حد رح أجمل أسنان مبارا وجالي عشان نصلح التجميل اللي عامله بارا ده أصعب بكتير جدا من أنه هو يجيلي في الأول أصعب ونتجته أقل من لو أنت جتلي في الأول بأسنانك عادية من غير ما تبدأ تجميل فيها بطريقة مش مظبوطة أسهل لي بكتير أو أنه أنا أبدأ من الأول طبع لسه الناس مثل أخبطة ما بين كلامك أنت قلتين لا أو بتقول دايما تجميل ابتسامة مش تجميل أسنان صح كده؟ صح إيه الفرق؟ طيب أنا هقولك الفرق الأول ببساطة كده تجميل الأسنان يعني الأسنان تبقى شكلها حلو هل ده سهل وبسيط أو سهل وبسيط تجميل الابتسامة أنه أنت وإنت بتضحك وإنت بتتكلم أو إنت في حياتك العادية يبقى شكلك حلو هل ده صعب ولا سهل على الدكتور؟ لا مش سهل تمام؟ تمام طيب لو إحنا شفنا صورة زي دي وركز يا دكتور أعيبا في السؤال عشان إيه؟ الله عليك صعباني شوية الله عليك صعباني أنا أحب الأسنان الصعبانية أنا بعش هالأسنان إيه رأيك؟ في الأسنان دي صعبة يعني أنت أقولي كده إيه الوحش اللي في الأسنان اللي قدامه؟ أولا طبعا فيه السنتين الأمانين متأكلين جدا قصيرين وده عكس المتوقع حلو الفرقات ما بين السنان حلو فيه جزء مكسور في السنة دمانية الشمال الألوان والتسبغات الموجودة تمام كده أنت مركز معي أو صحي وإحنا لست صحيين أه صحيين طبعا السنة دي قصيرة السنة دي فيها فرقات طب إيه رأيك يا دكتور آمن في الابتسامة دي؟ يا مش حلو ليه بقى؟ لأنه كل اللي إحنا قلناه دوة بلاص بقى الباك الكريدور أيوة اتكلمنا كده بقى في حتة التانية خالص غير الأسنان باك الكريدور أيوة واللي إيه تاني اللاساوية اللاسا بينة اللاسا بينة اللي ابتسامة معكوسة يعني السنتين اللي في النص أقصر من الأنياب كده دي سمعها ابتسامة يبقى معنا كده إنه لو أنا روحت للدكتور أسنان عادي مش الدكتور تجميل أسنان قلت له لو سمحت جميلي أسناني هاي دي معمولة؟ لأ دي مش معمولة بس إنت لو روحت له بالحالة دي قلت له جميلي أسناني هيعمل إيه؟ هيعالج الحاجات اللي إنت قلتها هيخلي اللونها حلو وهيخلي ما فيش فراغات بين الأسنان طب هل العينة دي هيبقى شكلها حلو في الآخر لا أسنانها هتبقى شكلها حلو آه طب أنا فرحتي إن أنا تبقى أسناني شكلها حلو شكلي أصلا كل وحش فإذا فرق كبير قوي بين إن أنا أجمل لك أسنانك أرسلك أسنانك وخلي لونها حلو وده بسيط قوي وده أي حد يعرف يعمله تجميل الابتسامة بقى ده اللي هنشوفه في الحالة بعد لو شفنا بقى الحالة دي كده ابتسامتها اتجملت مش بس أسنانة أنا مش مهم عندي الأسنان الأسنان دي أبسط حاجة تتعامل إنما هنا بقى الابتسامة نفسها تحولت لو جبنا الصورة قبله بعض مع بعض يا صعبة دي الحالة طبعا مش سهل قل لي الحتة اللي بتدائما أنا باستغربها ودي شفناها احنا في حلقاتنا في الناس الحب لو حد عايز يراجع الحلقات دي مهم قوي إنه يشوفها إزاي بتغير البكة الكوليدورية ويشرح لده إيه هو البكة الكوليدورية البكة الكوليدور ده الدهليز اسمه بالعربي كده الدهليز الاسمه بالزبط أو المظلم في آخر الشفاف الحتة دي اللي هو إن الحتتين اللي جنب زوايا الشفاف الخارجية يكونوا مظلمين بالشكل ده بالزبط يمينوا شمال أيوة تماما دي أول حاجة تاني حاجة ده كده البكة الكوليدور هتلاقي في الصورة اللي فوق ده خلاص اتقفل طيب إيه تاني اللي ابتسامة مع كوسة المفروض الأسنان لو رسمنا خط ماشي على طرف السنان من تحت يمشي مع الشفاف يبقى باراليل موازل الشفة لو رسمنا خط ماشي مع الأسنان اللي تحت مع الشفة اللي تحت هتلاقي معكوس ده يديك إيه؟ يديك طاقة سلبية على طول تلاقي اللي قدامك أنت بتضحك هو ما عارفش أنت بتضحك ولا بتتريق علي هو مش عارف هو يديك إحساس بالشر بالزبط شره وطاقة سلبية آه آه تمام؟ تالت حاجة اللي ابتسامة اللاسوية رحت كان عندها اللاسة بتبان نحية الشمال فوق نحية الأنياب ما بقاش موجود الكلام ده ده كده اسمه تجميل ابتسامة يفرق كتير قوي عن تجميل الأسنان أنا هوريك يا دكتور آيمن بعد شوية حالات عاملة تجميل أسنان شكل ابتسامتها أصلا وحش يعني اللي ابتسامة نفسها وحشة الأسنان متجملة قومت جملة بس شكل يعني أنت رايح لدكتور الأسنان أو رايح تعمل حاجة تجميلية عشان تبقى أسنانك شكلها حلو لأسنانك شكلك كله يبقى حلو عايش شكله يبقى حلو فده الفرق في فيلم نو بارسر مخترق الجليد فيلم حلو قوي تمام جابوا واحدة في القوي الواحدة دي تمثل في الفيلم ده المتحدثة عن الشر يعني أنا قلت لهم قبل كده عايزين نجهز مجموعة صور لممثلين السنان هي التي تعبر عن الشر في المكير هو محور الشخصية جايبين صونة واحدة بسنانها هي تعبر عن الشر تعبر عن التسلط وحتى مصورينها عاملين كدر يعني قلت المخرج ده زاكي جدا يعني بسورها من الجنب وهي بتتكلم فطبعا عيوب السنان بينة جدا من الجنب الفراغات فمبين بكلوز كده مفيش حاجة تانية في الشياء عاملها تدل على الشر غير المنظر ده هي أسهل حاجة تطلع شخصية الإنسان اللي قدامك السنان وعنيه ومش يقدر يعمل مكياش كتير في العينين غير انه يسوي تحت العين والحاجات ده كلها لكن السنان بيعملوا بيعملوا عايز غابي منه فيه مثلا غابي منه فيه طوله السنين حد عايزين حد مثلا يبقى معلم أو قديم يعملوا سنة سودة هنا كده يعني بيعرف ويلعبوا في السنان بسهولة كلنا شفنا فيلم بتاع واحدة في المنزل التلاتة الأشرار اللي بيسرقوا الاثنين بين أو التلاتة اللي بيسرقوا البيت اللي عابين في سنانه اه ما أسهل حاجة واحدة في المنزل ده مجموعة الدراما الكوميدية الجميلة بتاع الزمان فده يدل على ان انت ممكن تغير من حياة إنسان أو شخصية إنسان بس بسنانه طب عمره بقى سنه سنه دي بقى مهمة ودي احنا تقريبا من قوائل الناس اللي اتكلمنا في الموضوع ده سن الإنسان أنا هشرح لك برضو يا دكتور أيمان حاجة دلوقتي أنا لما بكبر في السن شوية الوش بتاع الإنسان متكون من ثلاث أجزاء هدي الجزء اللي فوق الجزء اللي في النص الجزء اللي تحت تلت تلت التلت ده سابت عمره ما يتغير ده سابت إيه اللي بيتغير ده طب ده لي بيتغير نتيجة لتأكل الأسنان أو إن تبقى الأسنان خلاص يعني اتكلت أو قسرت أو حصل لها حاجة فالجزء ده بيتطبق زي ما بيقول فكل ما تكبر في السن السنان بتقسر شوية فالحتة دي تتطبق أكتر طب لو فقدت الأسنان اللي موجودة تتطبق أكتر لو شفنا مثلاً حالة زي اللي موجودة دي سيلاك بعمل أسنان مش هنتكلم على أسنان خالص أنت كده أقول لي حسس بإيه أول ما تشوف الصورة دي حسس بحاجة يعني فيه تور اكشن ده الشكل الكلاسيكي بتاع اللي بيسموه العبوس أو الغضب الغضب آه عابس عابس يعني غاضب تمام آه ده اسمه ريست بوزيشن يعني أنت بتقول العين ما تعملش أي ري أكشن خالص بس في البقك فبيطلع بالشكل ده طب هل هو قاصد يطلع الشكل الغاضب اللي حراك بتقول عليه ده لا مش قاصد خالص هو ده طلع لوحده ايه تاني هتلاقي المسافة بين مناخيره وودأنه صغيرة جدا متطبقة ممكن تديره عمره أكبر من عمره يعني تديره عمره كده دكتور عامل جاء هنا خمسين خمسين مستريحة أو حدا وخمسين كده طب لو شفنا بقى الصورة بعد هيا فردنا شوي الدنيا فردت كتير مش شوي وسنه صغر آه طبعا وما بقاش فيه كدر بي وما بقاش فيه الوجه اللي هو الغاضب أو بقى عادي طيب هو ده في الريستين كوندش أبصه يا ها طب بص يا دكتور ايمن الفولدس اللي هنا دي الجانبية الجانبية خفت جدا بقيت طبيعية بالضبط قلت كتير فكل ده بالأسنان فقط يعني ده ولا عملناه ولا بوتوكس ولا فلدر ولا أي حاجة كل اللي احنا عملناه السنان اللي فوق طورناها شوي أشوف الابتسامة احنا بقى بدأتوا بابتسامة جدا أنا ما ليش علاقة بالأسنان مش عايز مش عايز تتكلم على الأسنان الأصل احنا كل اللي عملناه نحنا طاولناه سنانه شوي ومش حايز بقى تتكلم على الأسنان احيز تتكلم على تأثير الأسنان على الوش عموما كده بقى يعني احنا خلاص مش تصميم أسنان بس والابتسامة بس انا بغيرلك شكلك كله من بره كبير في طريقنا احنا عنواننا النهاردة ماذا يفعل المريض ده عنوان أنا ماذا يفعل مريض الأسنان عموماً أو الباحث عن تجميل الابتسامة من ضمن خطوات الحياة بالنسبة للباحث عن الابتسامة والتجميل أنه يرفع سماعة التليفون مش يرفعها بعدما قصد يمسك الموبايل ما عادش فيه يرفع سماعة التليفون ده تعبير بتاعنا بتعجلنا يمسك الموبايل ويجري عدة اتصالات بعدد من المراكز المشهود لها بالكفاءة في تجميل الأسنان وسؤاله في كل مركز يكون سؤال واحد فقط غالماً أو سؤالين بس هو سؤال واحد اللي في دماغه أنا هقول لك هو إيه بكام بكام عفكري بيتغطله كتير الحكاية دي هو ده سؤال صح السؤال مش صح طبعاً اسأل بكام بس ما بقاش ده أول سؤال يعني يبقى آخر سؤال أو تالت أو رابع سؤال ليه؟ أنا ممكن أروح أدفع فلوس كده يعني أدفع فلوس قليلة في حاجة تبوز لي أسناني وكده كده هعيدها تاني وأدفع أغلى يعني أنت لو روحت عليك تأسنانك مظبوط من الأول مظبوط بأسعار معقولة مش قصدي قليلة بس مش أقل حاجة يعني مش بأول سؤال تسأله للدكتور بكام قله الأول أنت هتعمل لي إيه؟ دماغك فيها إيه؟ 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 طب هتصغرني كم سنة؟ طب الماتيريال إيه؟ كده إنما كلمة بكام تجميل الأسنان أولاً تجميل الأسنان ما فيش حاجة أسمها بكاملة لأن دي مش حاجة ثابتة تجميل الأسنان ده مش سلعة أو منتج بيتباع تجميل الأسنان دي نتيجة يعني أنا ممكن تبيض بس كنا عملت لك تجميل الأسنان ممكن سنة واحدة ممكن ستة ممكن تمانية ممكن تقويم ممكن قص سلسة ففي فروع كتير أبي فيش حاجة اسمها بكام تجميل الأسنان فدي حاجة أو جملة شائعة غلط بتتقال طيب إحنا لو شفنا حالة زي دي طب ما دي عاملة تجميل الأسنان دي أكيد أول سؤال سألته للدكتور بكام عندك وراحت لأرخص حد إيه رأيك في تجميل الأسنان اللي فوق ده بقى؟ أنا بقى مع هوق ده بقى يعني لو أنت قلت لي أن المعمول فوق ده فوق ده تجميل أسنان ما هو وبين أن هو تجميل وبين أن هو تركيب تركيب بس يعني أنا بستغرب جدا أن ممكن تصرفات تحصل في طب الأسنان 2022 تكون بالشكل ده طب الحالة دي من يعني ده كده مش شغل قديم ده من ست شهور أول ما أنا بقولك 2022 أه يعني ده مش مثلا حالة عاملة من عشر سنين فبازت دي قعدت ست شهور وبقت كده أه أنا مش عارف الحولالة اللي حصل في السنتر أو الإنسيسول ده حصل ليه؟ ده كل حاجة يعني طب هقولك على حاجة يا دكتور عينو خلي كأن السنتين اللي في النص يسيبك من العوجة اللي فيهم أه خلاص كأن أنا أنا شايفها يعني خلاص مش هنركز معاها بص أصلا اللاسة بص الناب أصغر من السنة اللي في النص إزاي؟ الناب لازم الناب يبقى أد أو أو أكبر من السنة اللي في النص أطول بص اللاسة في الناحيتين باينة إزاي؟ بص العدم توزيع المسافات بتاعت الأسنان بص السنتين في النص عراض جداً هو عامل الكوبر تحت؟ أنا مش عارفه أوه فيه تحت الكوبر؟ أوه فيه تحت حاجة غريبة أوه فيه حاجة غريبة؟ وفي حاجة في وزد كده ما لهاش علاقة بالسنان أساساً يعني؟ تقريباً ده حاجة مؤقتة يعني إنها مفوق ده تركيبات والتركيبات دي مش رخيصة يا أه؟ التركيبات دي مش بورسلين دي زيركونيان أوكي الفكرة كلها إن دي أول سؤال سألته أنا متأكد بكام التركيبة وراحت لأرخص حد أنا ده متأكد منه بنسبة مليون في المية دي ما دورتش ولا شافت حالات الدكتور ولا تعبت نفسها في إن هي تفهم يعني إيه تجميل أسنان أو تجميل ابتسامة زي ما بنقول طيب دي لو كانت جاتلي من الأول خالص ما كانتش هتدفع التكاليف اللي دفعتها هنا ده أولاً سنين كان هيبقى الوضع كده اللاسة بتاعتها هيبوزت فعالجنا اللاسة فبدل ما تاخد أربع خمسة أيام خدت أسبوعين عشان اللاسة عشان اللاسة فلو شفنا بقى الحالة بعد واو ده كده تجميل ابتها دي هي نفس الشاصية؟ نفس الـ نفس الـ فدي كده اسمها تجميل ابتسامة وده اسمه تجميل أسنان تجميل أسنان وتجميل ابتسامة ده تجميل عموماً اللي فوق ده ده استرخاص أو أنا بدور على أرخص حاجة أو حاجة يتمشي الدنيا طب إيه اللي استفادته إن هي دفعت مرة تاني بس أنا نفس كنت أشوف رد فعلها في المرة الأولينية بعد ما تعملها ده وطلعت ما عرفش كالراكش متاع حملة إزاي؟ في فكرة تانية يا دكترا هي عملت اللي فوق ده في ست شهور يا خرب سود فنم أنت هي خلاص فقدة الأمل على فكرة دي كانت جاية مش جاية هي تعمل سنانة دي فقدة الأمل أنا خلاص يعني أنا مش راحت دكترا تاني أصلا هي جاية مع جوزها جوزها هو اللي بيعمل حاجة في السنان فأنا شفتها فبقول لها إيه اللي فوق ده قلت لي بص أنا مش عايزة أعرف الجملة مش هون أنا بكرها دكترا لأسنان مش عايزة أتعامل معاك وتاني فبقول لها فيه وريني وتحكي وقلت لي أنا عملت الأسنان دي في ست شهور رحت في مرة يقل عن تمنتاشر زيارة لدكتور الأسنان ومش عايزة أنا عايزة عايش كده أنا هي يا صديقة قدت لي نفس الجملة من حوالي ثلاث سنين أو أربع سنين راحت قعدت سنة مع حد ما سنة والحد ده يعني في مكان كويس في القاهرة يعني فأنا استغربت سنة إيه اللي يقعد سنة يزبط يعني ليه سنة؟ أنا استغربت ساعتها جدا يعني هو يعني على فكرة عاملت الوقت مهم جدا جدا طيب دي كده بتقول لك أنا عملت في ست شهور ودي كتين نتيجة طب أنا فبقول لها أنا هعملك أسنينك في أسبوع أسبوعين بالكتير هتصدقني بسهولة مش دعي فأولا عبالما أقنق يعني أنا البيشن دي قلت لها طب أنا هقول لك حاجة أنا عشان ضامن النتيجة اللي هتحصل ما تدفعيش خالص حساب الشغل بتاعك غير لما تخلصي وتتبسطي أساسا فإن الدكتور يشتغل حالة هو مش قوير أو هو مش عنده المعلومة الكافية أنه هو يعالجها ويخش في الحالة ويبوزها ويسوق نفسيتها ويسوق صمعت دكاترة الأسنين زميله ما أنت كده ما هي بتقول لك أنا ما أبقرأ دكاترة الأسنين ما أنت من يعني أنت كده أسرت علي دكاترة على فكرة ده في كل حاجة أهو بص ده أنت فتحتيني في حتة معليش لازم أقولها يعني ودي لازم أقول لناس محدش يقول أو يقارم بين البرنامج الطب اللي إحنا بنعمله اللي اسمه الدكتور أو الناس الحالوى وأي حاجة بتحصل تحت مسمى برامج الطبية ثاني لأنني بشوف ده بصراحة غلط ده لأنني بقول لكم ده مش يعني نوع من التحيز أو نوع من التجميل لشيء إحنا بنعمله لأنني بشوف تجاوزات وحاجات بتحصل في بعض الحاجات في بعض الشاشات لا غريبة جدا من أن أنا أجيب مشتكاترة أتكلمهم من أن أنا أجيب ناس أتكلم بعيدا عن الطب تماما إن أنا أعرض منتجات ودي كرسة إن أنا أعرض منتجات مفهومة يعني إيه منتجات تتعرض ويبقى بنبحها من خلال شاشة يعني إن أقعد بها نحط بارطمانات جنبنا ونقعد إن الكلام ده مش منطقي ومش إسيكل ومش إعلامي وماليوش علاقة بالطب وماليوش علاقة بحاجات كديرة يعني إيه منتجات لإيه؟ يعني إن أنا أجيب حد برضو مش متخصص في الشيء ويكلم فيه يعني أو مش دكتور خالص بقى أنا واحد بيخصص عبر الإنترنت واحد مش دكتور يخصص معلش أنا خط في حتة عشان ممناسبة ليه؟ لأنه في الآخر الناس بتعمل معانا زي ما بتعمل معاك يقول لك برنامج طبي ده بيكلموا بقى كلام مالوش علاقة يعني ما أنا شفت برنامج من حتة الفلانية عامله كده زي ما اتعمل تجميل في الحتة الفلانية وطلع بالشكل اللي إحنا شفناه دوت وبالتالي كرهنا كل تكاترة الأسنان؟ أو كرهنا كل تكاترة ده الجملة بنسمعها أنا بكره دكتور الأسنان بس حتى أخاف منه بس غير كراه وكراه دي معناها تجربة سيئة بالضبط وفي حاجة تانية عايز برضو يا دكتور أيمنال في تنظر الناس ليه حيني مفيش في جامعات طب الأسنان تجميل الأسنان بيتدرس بطريقة على على أكاديد آه يعني مش بي مفيش يعني مش بنخرج عارفين يعني اسمائل ديزاين أو عارفين دي لها كذا طريقة تانية الناس أول ما بتتخرج بتدرسها يعني ممكن كورسس بره مصر دبلومات ماجستير دلوقتي بقى فيه ماجستير تجميل الأسنان بس من خمس ست سنين ما كانش فيه انت عندوكم كان برانشات اللي هي الجزور علاج الجزور الحشوة الزراعة الحشوة التكيبات إنما ما فيش تجميل الأسنان دلوقتي مؤخرا بقى فيه بس تجميل الأسنان بيعتمد في الأول وفي الآخر على عين الدكتور وزوقه وطريقة حياته ولبسه وكل حاجة السؤال التاني برضو الوقت السؤال كومن جدا خصوصا اللي عايشين برا مصر وإحنا لينا يعني شعبية الحمد لله وجمهورنا في الوطن العربي احنا بنحب هو بيعندوه برضو السؤال ده وده وقحهم بقى لازم يسأله فيه خصوصا مصرين كمان اللي راجعين أجازات هيسأله على الوقت ده مهم قوي اوه يعني انا احترم البيشنت اللي بيسأل على الوقت ما هو فيه ممكن ناس تقولك ايه لا مدام الحاجة بتاخد وقت طويل يبقى الكواليتي بتاعتها أحسن من لما تاخد وقت قريب في طب الأسنان لا الكلام من الصح طبعا انا لو عندي الخبرة الكافية ان انا خلصلك الحالة في جلسة او جلستين بسرعة بالكواليتي حلوة قوي هو ده الرقم واحد والتكنولوجيا اللي بتاخد امتا؟ طبعا انا حالة زي اللي موجودة دي دي تعملت في كم يوم؟ أسبوع أربع تيام أربع تيام امتا؟ يعني انا لو اتأخرت عليها تعملت خبرة برضه اه تعملت خبرة طالما عندنا الأجهزة طالما عندنا الأشياء على المقطعية عندنا كلها أجنانة انا لو اتأخرت عليها بقى تأخرت مثلا عملتها في أسبوع ده لو انا عندي زحمة لكن انا اقدر عملها في أديه في أربعة تيام يعني لو انت مزنوق او مسافر او وراك اي حاجة أربعة تيام من تبقى كده من كده لكده حالة تانية برضه زي دي دي برضه عاملة تجميل أسنان فوق عايق انت بتقولي ان الحالة اللي فوق دي كانت تجميل أسنان؟ اه 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 بكل العيوب ده فيه نحية أطول من نحية وفيه اللي بعد النبدة بارش فيه سنة بارزة او شايفها اه اه اي وفيه فراغ في النص وفيه فراغ في النص طب هو عرف ليه دكتور عميل المحف طلب ان يسيب الفراغ في النص حتى فراغ غير متساوي في النص ما بالزبط هو على فكرة لو قفل الفراغ هتبقى أوحش ما هو ما لو هو على نفس شغله كده يوزع المسافة على المسافة لابقت واستاذه الفراغ ده لو تقفل في الحق يعني لو تقفل بنفس طريقة شغله كده هيبقى للشكل وحش قوي الفكرة ان انت توزع الفراغ زي ما دكتور ايمن كده بيقول توزع الفراغ ومفروض دكتور ايمن مش دكتور أسنان يعني ولا ليه علاقة طب الأسنان أساسا أنا طب بشر مفروض توزع المسافة اللي في النص على بقية الأسنان حالة زي دي برضو تعاملت في أربعة يهب طيب ده بقى رجعنا زي حلو قوي عجبتني الحالة دي قوي ليه بقى أولاً اللون والماتيريال رائعين ومناسبين للبشرة بتاعتها وكل الحالات أجابتني بس دي من الحالات أجابتني جداً دي هادية الكيس كده تحس ان هي هادية يعني اللون مش جامد السمايل مرسومة يعني بالظبط كاين السمايل دي برضو دي بقى نتكلم على الوقت تربعة ايام نتكلم عن التجميل كده فيه تجميل ابتسامة اللي في قد عمل لها تجميل أسنان يعني تلاقي أسنانها مثلاً كانت صفر عمل لها بتركيبة مش عارف نوعها ايه غريبة كده بقت كده دي طبعاً فوق أول حاجة سألت عليها ايه بيكان طبعاً مرضو طب أكيد عند الدكتور الأولين لا 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 ده فيه عيوب قاطئ برضو لنرجع نقول تاني هل الفوق ده تجميل ابتسامة مش ممكن ولا أسنان ولا أسنان ولا تجميل وده انت عارفوا انتوا عارفين يا جماعة أنا أول ما شوف الصورة الفقانية دي لو شفناها لوحدها هحاسس دايماً إن المريضة أو ما هتوقع بإحساس إن المريضة كأنها متقلمة من شيء عن ناحية الشمال كأن فيه حاجة معينة فشهاها عن ناحية الشمال ميدايقها لدرجة إنها يعني عاملة كز بناحية الشمال ده الإحساس اللي موجود عنها ايه طبعاً اسمال بتوصل كل الأحاسيس اللي انت عايزها يعني متضايقة من حاجة جزة على سنانها الفتحة كمان اللي في النص هي ممكن تكون يعني أكبر من كده وهو ده يعني ده اللي عارفه يوصلوه يوصلوه بس لأ يعني لازم قبل ما نجمل أسناننا ندور كويس قوي على الدكتور اللي هعملناها تجميل بالذات علاج الجزر وعلاج العصب والحش والعادي كل ده كوم وتجميل أسنان كوم تاني خالص وسكة تانية خالص وليزم أقعد أقل بالدنيا عالدكتور اللي هشتغل عندي سؤال ليك بقى سؤال تحريفة يعني ماشي سؤال أنا الحريف ايه الفرق بين قص اللسة وتحميل اللسة أو ترحيل اللسة قص اللسة وترحيل اللسة ترحيلها قص اللسة ده يعني أنا حد أسناني موجودة هي وفيه لسة بتبانت كل اللي أنا هعمله إن أنا هشلك من اللسة عشان دي هزي كده زي الحالة اللي موجودة دي لسة بتبانت والسنان صغيرة صح؟ مش السهل فهو صغيرة شلنا اللسة فالأسنان بانت فخلاص وبيض وعملنا فينيرس فينيرس طيب دي كده اسمه ايه قص لسة وفنيرس ده سهل سهل جدا اي حد نعرف يعمله ليزر بقى جراحة اي حاجة بس سهل طب لو شفنا صورة تانية ده اسمه بقى ترحيل هنا لا هنا الأسنان مش صغيرة أيوة إنت لو قصيت هتبقى السنان كبيرة جدا طبعا اه فأنت لو قصيت السنان في الحالة اللي فوق إنت هتشارد دكتور سنان على طول أنا طبعا أنا بخطف لذلك ميش تبقى سنين كده طبعا لو قصينا طبعا اللاسة فوق السنان دي هتبقى دي هي طولها مثلا كده 10 ملي هتبقى 13 ملي دي مفيش إنسان طول سنة و13 ملي طبعا دي عملنا الترحيل لللاسة يعني ايه قصينا من اللاسة فوق وقصرنا تحت بقى الطول الأسنان تحت 9 ملي ومفيش لسة يعني بقى تحت أقصر من فوق وكمان مفيش لسة ده اسمه ترحيل ده سهل لا مش سهل طبعا يعني مش سهل على أي حد ده ناصر ده كده فوق ما هيعملة تركيباتها هي تجميل برضو هتقول لي إن اللي فوق ده تركيبات تجميلية عملها تركيبات تجميلية نعم أسهل اللي فوق مالهاش علاقة بالتجميل خالص ده كده دكتور أسنان عمل لها تجميل أسنان اللي تحت ده توق يعني دكتور تجميل أسنان اللي فوق ده دكتور أسنان لازم نفرق من الدكتور الأسنان اللي هو بيخلع ويحشي ويعمل لي تنظيف والكلام ده كله والدكتور اللي هجمل لي الابتسامة بتاعتي الدكتور اللي هجمل لي الابتسامة ده سكة تانية خالص غير دكتور الأسنان العادي مهم جدا السمعة مهم جدا الدراسة مهم جدا أنت تزاكر دكتورك قبل ما تروح له نورت وشرفت ومدعت في الدكتور وكالعادة في الناس الحلوة الحوار القادم سيكون أيضا عن تجميل الأسنان من تفاصيله هنمسك تفاصيل مهمة جدا أنا بدعوك طلباتنا عايزين نتكلم على تفاصيل دقيقة في تجميل الأسنان تفاصيل دقيقة في الماتيريال تفرق ايه الماتيريال عن الماتيريال تفاصيل دقيقة في حكاية الفراغات أنا جاي لك بفراغات ايه التفاصيل ايه الغلطات اللي ممكن يقع فيها اي حد مش متخصف تجميل الأسنان والمريض نفسه ممكن يدفع تمانا غالي ان السنان هتوبع عاملة ازاي تفاصيل دقيقة في التعامل مع الجوانب المسلمة في الفم أول لسه تفاصيل دقيقة في رسم سطح السنة لانه ده عالم مهم جدا ما يطلع عليه شكل استيس فدي حاجات من اللي جاي الحلقة دي احنا بنقول الفكرة العامة والحلقات الجاية هقولك تفاصيل بقى طبها تفيد العيين والدكاترة كمانا شورت وشورت ضيف العزيزة المبدأ دائما دكتور عبدالله متولي خصوية تجميل الأسان المؤسس لمركز برايتي مراكز بقى برايتي لتجميل الأسان صحيح وعضو الجمعية الأمريكية لتجميل الأسان المصمر بتسمع المؤتمر من بيديسي بانجلترا نورت نورت دكتور خاليكو دايما باتفقدم شكرا للمشاهدة